نقول بصورة عامة إن مظاهر الوسطية لا يستطيع باحث أن ينكرها على هذا الدين الحنيف فعقيدة الإسلام وسط بين الإلحاد وإنكار الألوهية من جانب وبين الشرك وتعدد الآلهة من جانب آخر هذا ومن المسلم به لدى المنصفين من المفكرين حتى ممن لا يؤمن بالإسلام أن تشريعات هذا الدين أمدت الإنسانية بزخم من القيم والمفاهيم والأحكام التشريعية من أروع ما عرفه التاريخ الإنساني قديما وحديثا في هذا المجال ومعقد الإعجاز في هذه التشريعات أنها صدرت من نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب ولد وعاش في بيئة صحراوية تقتات على مظالم العباد والتمييز بين الناس على أساس من العرق والعصبية والمكانة الاجتماعية والسلب والقتل والإغارة على الضعيف واستعباده من وسط هذه البيئة يظهر ابن من أبنائها ليعلن أن الناس سواسية كأسنان المشد وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ويضع نهاية لكل مفاسد المجتمع الجاهلي في الاعتقاد والاجتماع والاقتصاد والحكم والتشريع وينجح في أن يصنع من هذا المجتمع الموبوء أبطالا حرر العالم شرقا وغربا من ظلم الأكاسرة وجور القياصرة في فترة زمنية بالغة القصر لا تتجاوز عقدين من الزمان والأكثر دهشة وإعجازا في أمر هذا الدين أنه يحفل بتشريع صالح للتطبيق في مجتمعات القرن الواحد والعشرين كما كان صالحا للتطبيق من قبل على مدى ما يقرب من ألف وخمسمائة عام من عمر الزمان بل لا يزال إنسان اليوم يرنو إلى هذا التشريع وإلى ما يشتمل عليه من مصالح للفرد والمجتمع كما يرنو المريض إلى الصحيح المعافى تدلنا النصوص الواضحة وضوح الشمس على أن جوهر الشريعة الإسلامية ولبها هو اليسر والسماحة ورفع الحرج والمشقة وأن هذا الأمر منصوص عليه نصا صريحا في القرآن الكريم والسنة المطهرة ومن هنا وجب على كل من يخاطب الناس في أي أمر من أمور هذه الشريعة أن يراعي هذا المعنى الجوهري وأن يعلم أن الأمر ليس متروكا لكل من هب ودب ممن يشعرون بنشوة التشديد على الناس وتخويفهم وترويعهم ويتخذون من دون ذلك منهجا ثابتا في خطبهم ومواعظهم وفتواهم ويظنون أنهم بذلك يقربون الناس إلى الله تعالى ويردونهم إلى دينه وشريعته غافلين أو متغافلين أن هذا المنهج في الدعوة إلى الله تعالى والذي يعرج على ساق واحدة هي ساق الترهيب دون الساق الأخرى ساق الترهيب فيما عند الله من حسن الثواب ومن النعيم المقيم هذا المنهج وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منهج فتنة ووصف دعاته بأنهم فتانون ومعنى الفتنة تنفير الناس من أداء التكاليف وتشجيعهم على الهروب من العبادة بسبب ما يقترفه هؤلاء الفتانون في دين الله سبحانه وتعالى يروي الإمام البخاري في صحيحه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه إماما فصلى بهم العشاء مرة وقرأ سورة البقرة ومعلوم أن سورة البقرة تستغرق أكثر من ساعة بحساب اليوم فقام رجل وانصرف من الصلاة وكأن معاذ رضي الله عنه عاتب هذا الرجل وأنبه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ فتان 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 ثلاث مرات ثم أمره بأن يقرأ بسورتين من أواصط المفصل وفي بعض الروايات قال له اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها وقد علل شراح الحديث صحة صراف الرجل من الصلاة بأن التخفيف في الصلاة حكم شرعي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأن مخالفته بالتطويل معصية ومخالفة العاصي جائزة فلا طاعة لإمام يطيل في صلاته لأن فعل هذا الإمام معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ولنا أن نتدبر هذه التشريعات النبوية الصريحة في ضوء ما درج عليه كثير ممن يأمون الناس في صلواتهم ويطيلون القراءة ويترنمون فيها ويمعنون في التغني بها تقليدا لأئمة آخرين وطلبا للذيوع والشهرة وانتشار التسجيلات وإن كثيرا من المصلين وراءهم لا يتحاملوا على نفسه مما به من ضعف أو كبر أو مرض